السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة والتريلر اللي حنعمل لها رياكشن في الحلقة دي هي لفيلم موليز جيم هو فيه شوية تريلر مهمة ظهرت مؤخرا منها مثلا التريلر بتاعت فيلم الشيخ جاكسون بتعمل سلامة طبعا مهتمة اني هعملها وان شاء الله هعملها بس انا الحقيقة كنت متحمس اكتر للتريلر بتاعت موليز جيم لعدد من الاسباب هنستعرضها ان شاء الله اثناء الحلقة وكالعادة طبعا التريلر انا ما شفتهاش ولا مرة قبل كده وحشوفها معاكم دلوقتي الاول مرة فيلا بينا اشتركوا في القناة اشتركوا'sس اشتركوا في قناة سامنظر اشتركوا من Mmmm اشتركوا فيextcoins موضوع مهم جدا يعني دي معلومة انا كنت اعوز اقول او اكيد اغلب حضراتكم عارفينها يعني ان الكاتب بتاع الفيلم ده هو ايرون سوركن وهو كتب حاجات عظيمة عدت قدامنا من شوية على الشاشة مؤخرا هو الكاتب ستيف جوبز مثلا وانتو بتتفرجوا على التريل ده ركزوا شوية في حتة الحوار وفي الاقاع بتاع الكلام وفي الارجمنتز او الكيسز اللي الشخصيات بتطرحها في رؤيتكم او معرفتكم لفلسفة ايرون سوركن في الحوار لان ده مهم جدا والغاية دلوقتي هو جزء كبير قوي من استمتاعي بالتريلر this is ακوال اصدقاء حقيقية مولاتك this is not going to be a powerlessness I wasn't gonna wait before I put a plan in place I'll be hosting a game in this suite every Tuesday night First buy-in 250,000 That's gonna make It's clear He spent 8 years in Hollywood and 2 years in New York running the world's most exclusive and decadent man cave Have you seen the other names in Your Come on Marlie, just out deep into the Russian mob, where are you? Your exposure is crazy You got 2.8 billion on the street right now تنزلوا بجانعات المهمة تنزلوا بجانب عمل ملتاهم لديهم جزين من قبل شكراً لن على حدد المترجم تنزلوا بجانبه في وجود مستنع! هناك مختلفة من المجتمع امتلك إمتلك تنزلوا بجانب بجانب تنزلوا بجانبها حياتي الرجاليسي خارياتي قدران امتلك بجانب خارجة لن يرانو بجانب العريق جامد جامد قوي الكلام ده يا جدعين. اه لا الانتبعات بتاعتي عن التريلر ايجابية جدا وتقريبا كل حاجة في الدنيا كنتم متوقعها من ايرون سوركن ومن اللي عرفه عن القصة الحقيقية ومن اللي حكاها ايرون سوركن عن القصة الحقيقية لانا طبعا دي قصة حقيقية خلونا بقى ايه نقعد لغوص شوية جوه التريلر وانا توقف ونتكلم كلمتين حاولت اعمل كده اتنائي التريلر نفسها ومعرفتش انا قاسف يعني في ناس كتير قالتلي انها بتتضايق من اني لما بعمل بوز للتريلر يا جماعة دي مش حلقة عشان افردكم على التريلر دي حلقة عشان الرياكشن عشان المناقشة عشان الكلام في لنك تحت للتريلر انصحكم تتفرجوا عليه اصلا قبل ما تتفرجوا على التريلر رياكشن وبعدين تعالوا نتفرج على الرياكشن مع بعض فخلوني دلوقتي اقعد افصص في التريلر ونتكلم شوية طيب مبدئيا اللي انا كنت بحاول اوقف عليه الشاشة هو تقريبا ده ان الشكل الانثاوي الرخيص شوية هو رخيص لاش غالي يعرفين انتو ستات اللي هو بتلبس حاجات مبهرجة وبتاع ما عرفش منه كلام زي ده مش شبه جيسيكا دي اول مرة انا شخصيا اشوفها بتعمل حاجة شبه كده رغم ان فكرة الشخصية الانتوية المستقلة القوية والكلام دوت مش غريبة عليها عملته كتير بس ده جديد شوية ومثير جدا للاهتمام وعشان نفهم ايه هو الموضوع بقى لاني قريت عنه شوية اه قصة الفيلم بتدور عن بنت حقيقية طبعا اسمها مولي بلوم مولي بلوم دي كانت بتاع لعب كانت سكير وكادت ان هي توصل للاولمبياد بس فشلت في ده ولكنها كانت فتاة او بنت نجحة جدا يعني وكانت المفروض انها رايحة هارفرد كانت هتدرس في هارفرد فبنت المستقبل كل قدامها بس بعد الاحباط بتاع الاولمبياد هي قررت ان هي تاخد سنة ما تروحش الجامعة على طول يعني وتروح تجرب حظها في البزنس وفي الشغل فاشتغلت في حتة كاسيستنت يعني واكتشفت ان مديرها بيدير لعبة بوكر جيم اه سرية ومع ذلك اكسكلوسيف جدا او مهمة جدا او كل اللعبة اللي فيها ناس مهمين من الاخر نجوم ومخرجين وكلام ده اتواضح جدا في التريلر والاسماء اللي على فكرة اللي لعبت على الترابيزة بتاعت مولي في الحقيقة فيهم بين افلك فيهم لينارد ديكابيو فيهم طوبي ماجواير فيهم مات ديمين فيهم ناس عظيمة يعني المهم ان مولي الجيم بتاعها كبر واستقلت عن البوس بتاعها ومخدتش بالها ان فيه اعضاء من المافيا الروسي ابتدوا يلعبوا عندها وده حطها تحت اعين الاف بي اي وتحت اعين الحكومة من الاخر يعني وقرروا ان هما يتهموها ويخيروها يا اما تساهم بالاعتراف ببعض المعلومات عن الناس اللي لعبت عندها لان كل اللي هما مهتمين بهم كانوا المافيا يا اما يعني عقوبة بقى يعني مجرمة وبتاعهم معرفش مين وحاجات زي كده دي الحدوتة الحقيقية وعلى ما يبدو الفيلم سيبه من التاريخ لان احنا بنخش على طول على ان الشخصية ادرس قلبة على فكرة عامل دور المحامي بتاعها الكتاب مسك الكتاب في ايده فالموضوع ده فيه ناراتف مش مستقيم على طول الاسلوب السرد مش عادي واضح ان الموضوع فيه فلاش باكس وفيه حاجات زي كده وده جميل ده ايرون سوركن لما بيعمله كاتبا بيبقى جميل جدا يبدو برضو وده شيء كان واضح من اللي انا قريته ان الثنائي بتاعها مع ادرس قلبة بيلعب دور كبير اوي في الاحداث هو مش مجرد شخصية تنوية هو علاقتهم ببعض بتلعب دور مهم لانه في البداية كمان هو عنده تساؤلات وانا المفروض اخد القضية دي ولا لأ هو شايف ان دي بنت دلوعة وقعت نفسها في المصيبة انا ادخل نفسي في الهم ده ليه اخونا مايكل سيرا المفروض ان هو واحد من نجوم هوليود اللي موجودين في الموضوع واتصور ان هو اشارة لتوبي ماجواير لانك برضو لما تيجي تقرأ شوية عن القصة الحقيقية هتكتشف ان توبي ماجواير لعب دور مهم اوي في الاسرار الغريبة والعجيبة اللي كانت بتحصل في كواليس الجيم ده ارون سوركن يا جماعة the social network steve jobs money ball a few good men west wing في التلفزيون اسمه ايه المسلسل الثاني ده نيوز روم ولا نيوز روم يعني حاجة عملاقة مخيفة يعني دي من اللقاطات اللي كنت بحاول عمل بوز عندها جيسيكا تشاستين يا جماعة تحول كبير كيفن كوستنر عمل دور ابوها وبرضو حسب كلام ارون سوركن عن الفيلم دول اهم علاقتين في الفيلم كله علاقتها بالمحامي بتاعها ادريس قلبا وعلاقتها مع ابوها كيفن كوستنر ده بقى جانب مهمة اوي في الموضوع لان على ما يبدو رغم انها خلاص مستقبلها ضاع من الاخر يعني وخسرت كل حاجة ولكن وخسرت كل حاجة في عملية غير اخلاقية اولا واخيرا دي جريمة يعني ولكن عندها جانب اخلاقي هي مش عايزة تسلم الناس تانين لا طبعا موضوع كبير وموضوع مهم وانا سعيد ان انا بدأت بالتريلر واعتقد ان حماس يباين فيها اوي الفيلم سيناريو الارون سوركن طبعا واخراج برضو الارون سوركن ودي حاجة عمره معملها قبل كده دي اول تجربة اخراجية لي وعادة لما بنسمع عن كتاب بيخرجوا بيبقى بالسبب انه هما بيحبطوا من شغلهم مع مخرجين فبيقرروا ان هما ياخدوا تجربة من هما يعملوا كل حاجة لوحدهم وانا تصورت ان ده تدفع ورا ارون سوركن انه يقرر انه يخرج الفيلم ده بس لما قريت اكتشفت غير كده ده بيعمل التجربة دي بتشجيع من المنتجين لانه عنده رؤية فريدة اوي هما تصوروا او شايفين انك عندك كل مفرداتها فما تخرجها انت يعني اللين روح نجيب حد تاني فاحنا قدام حاجة فيها بعض الابعاد بتاعة ماني بول فيما يتعلق بالرياضة والكلام ده ستيف جوبس فيما يتعلق باسلوب السرد والتصرفات او نسميها ايه الافكار الاخلاقية لما بتسيطر على شخصية في وسط تصرف غير اخلاقي وفيها كتير كمان من ده وولف اف وول ستريت رغم ان ده مشروع بعيد عن ايرون سوركن بس حتة غراء بحاجة حصلت في العالم وحنا مش داريين او مش متخيلين انها ممكن تكون بتحصل الفيلم معاد عرضه 22 نوفمبر اوسكر للصبح جيسيكا تشاستين ليدنجرول إدرس إلبا في دور مساند كيفين كوستنر ربما في دور مساند مايكل سيرا لو حيعمل اللي عمله توبي ماجوير في اللي انا قريته يبقى برضو جوا الصورة ايرون سوركن كسكرين رايتر مبدئيا وغالبا او احتمال كبير برضو كمخرج فانا ما عنديش تحفظات يا جماعة انا الناس بتترقبي عشرة من عشرة طبعا والفيلم ده من الحاجات اللي رجعت سخانتني تاني بعد ما الاحوال السينمائية كلها بتالي تهدى وتهبط وتكئبني شويتين ده عموما رأيي وتوقعاتي وترقبي الاهم من كده رأيكم واهم حاجة انا عاوز اعرفها في رأيكم هي جيسيكا شاستين هل الفيلم ده حيجيب لها الفوز بالاسكر اللي هي تستحقه واللي تأخر كتير ولا لا دي لعب التوقعات طبعا انا عارف ان احنا لسه مشوفناش الفيلم فالله اعلم يعني ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز وياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة عشان تجيلكم الحلقات اول بول وطبعونا على فيسبوك وسنابشات وتويتر ولو عاوزين تتعرف على احدث الحلقات اللي عملناها على فيلم جامد استنوا الشاشة اللي جاية باي باي